مع زميل أيمن السيدلي شكرا جزيلا لك صحر قررت محكمة جنيات القاهرة في جلساتها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي مد أجل النطقي بالحكم إلى جلسة 29 من نوفمبر المقبل وذلك في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسن مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وستة من كبار مساعدي جاء قرار المحكمة بمد أجل الحكم لاستمرار المدولة ولانتهاء من كتابة أسباب الحكم قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 29-11-2014 مع استمرار حبس المتهم حبيب إبراهيم حبيب العدلي وتنبه على باقي المتهمين السبب هتسألوني طب انت بتمدي ليه؟ أعتقد الصورة نطقة نحن ما زلنا نستكمل المدولة وما زلنا نستكمل الاطلاع وخير بيان لينا وخير أسباب مش لكتبناها اللي عرضناها قدامكم دمتم جميعا في طاعة الله ورفعة الجلسة مبتهم إن محمد حسن مبارك الذي يمثل أمامك وسط ترقب واهتمام كبيرين تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي تصدر السابت حكمها في إعادة محكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارف حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وسته من كبار مساعدين وكانت القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن قد بدأت أولى جلساتها في جولة الإعادة في الحادي عشر من مايو عام 2013 واستمرت على مدار 54 جلسة كاملة حتى الثالث عشر من أغسطس الماضي وسيكون الحكم المنتظر صدوره من المحكمة نهائيا غير بيات حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقادي أمام محكمة النقد التي ستنظر الطعوم في القضية سواء على الإدانة أو البراءة للمرة الأخيرة وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعت فيه ولا يقبل أي طعون مجددا ويقوم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه علاء وجمال المحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات وذلك إثر إدانتهم جميعا بالاستلاع الأكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية وسوق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في المحاكمة الأولى أنقضت في الثاني من يونيو عام 2012 بمعاقبة كل من مبارك والعدل بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بعدما أدانتهم بالاشتراك في جراء القتل المقترم بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير كما قضت المحكمة ببراءة مساعد العدل الستة وانقضاء الدعوة الجنائية ضد مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارف حسين سالم بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ الرئاسي وتقديم رشاوة وجنحة قبولها من قضاء المدة المسقطة للدعوة الجنائية كان الدفاع مبارك والعدل قد تقدم بطعن أمام محكمة النقد على حكمي الإدانة الصادر ضدهما كما تقدمت النيابة العامة بطعون على أحكام البراءة الصادرة وقضت المحكمة بإلغاء كافة الأحكام الصادرة من المحكمة الأولى سواء بالإدانة أو البراءة وأمرت بإعادة محاكمتهم جميعا من جديد وبنفس الدرجة من الاهتمام الشعبي والدولية التي حازت عليه المحكمة الأولى للرئيس الأسبق حسني مبارك تابع الجميع جلسة اليوم في القضية المعروفة إعلاميا باسم محاكمة القرن وقد مرت محاكمة مبارك بمراحل ودرجات عديدة لم تتبقى منها سوى درجة تقاد واحدة تصدر محكمة جنيات القاهرة السفت حكمها في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي والمعروف اختصارا بقضية القرن بدأت أولى جلسات محاكمة القرن في الثالث من أغسطس عام 2011 حينما مثل مبارك في قفص الاتهام أمام محكمة مدنية بتهمة قتل المتظاهرين ابان أحداث صورة الخامس والعشرين من يناير وقضايا الفساد المالي والتي ترتب عليها إهضار للمال العام والإضرار العام به في الثاني من يونيو عام 2012 قضت محكمة جنيات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قضت بمعاقبة مبارك والعدل بالسجن المؤبد لمدة خمسة وعشرين عاما بعد إدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنيات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير كما قضت المحكمة ببراءة مساعد العدل الستة وقضت المحكمة أيضا بانقضاء الدعوة الجنائية ضد مبارك ونجليه وحسين سالم بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ الرئاسي وتقديم رشا بانقضاء المدة المسكطة للدعوة الجنائية وذلك في قضية استغلال مبارك ونجليه لنفوذهما في تمكين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ نظير الحصول على قصور وفلاد في سبيل الرشا كما برأت المحكمة أيضا مبارك بما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها وذلك فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار دهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا لكن دفاع مبارك والعدل تقدم بطعن أمام محكمة النقد على حكمي الإدان الصدر ضدهما في قضية قتل المتظاهرين كما تقدمت النيابة العامة بطعون على أحكام البراءة الصادرة لصالح مبارك ونجلي في قضايا التربح والفساد المحكمة أيضا قبلت محكمة النقد في يناير 2013 دعوى مبارك والعدل بنقد كافة الأحكام الصادرة من المحكمة الأولى وأمرت بإعادة محكمة جميع المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأن أصدرت حكمها في القضية بدأت أولى جلسات جولة الإعادة في محكمة القرن في الحادي عشر من مايو عام 2013 واستمرت على مدار 54 جلسة حتى الثالث عشر من أغسطس الماضي ويخضي مبارك حاليا فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات كما يخضي نجلاه علاء وجمال فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية سيكون الحكم المنتظر صدوره من المحكمة غير بات حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقد التي ستنظر الطعون في القضية للمرة الأخيرة وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددة كانت هذه مشاهدين نظرة مجزة عن المراحل التي مرت بها محاكمة مبارك في قضية القرن والتي تحظى باهتمام إعلامي كبير على المستويين العالمي والمحلي بأعلى من نوعها في مصر وفي العالم العربي وللمزيد من المتابعة أيضا حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أمام أكاديمية الشرطة مباشرة مراسل أني لرمضان المطعني رمضان بداية ردود الأفعال بعد تأجيل النطق بالحكم في قضية القرن نعم صحر بعد النطق بتأجيل الحكم إلى التاسع والعشرين من شهر الحد عشر المقبل انتبت حالة من الهرج والمرج خارج محيط أكاديمية الشرطة بين أنصار الرئيس الأسبق حسن مبارك وأهالي الشهداء تطور الوضع إلى الاشتباك بالأيدي بين الفريقين وتدخلت على الفور قوات الشرطة للفصل بينهما على أثر ذلك تم التحفظ على إثنين من التابعين لأهالي الشهداء خوفا عليهم من فتك أنصار الرئيس الأسبق حسن مبارك بهم وتم خروجهم بعد أن انصرف أنصار الرئيس الأسبق محمد حسن مبارك وتم خروجهم منذ حوالي ربع الساعة خارج محيط أكاديمية الشرطة لا ينتسود حالة من الهدوء انصرف القلة المؤيدين للرئيس الأسبق وأهالي الشهداء وانصرفت قوات الأمن من أمام أكاديمية الشرطة بالمدرعات والتشكيلات الشرطية جميعا ولم يتبقى في خارج كمية الشرطة سوى بعض الإعلاميين حالة من الهدوء وتسيطر على المشهد عامة في أكاديمية الشرطة لكن رمضان كان هناك أي إصابات نتيجة هذه الاشتباكات؟ نعم لم تكن هناك إصابات ولكن هي منوشات بين الاثنين وبعض اللكمات والضربات بين الفريقين ولم نتطور إلى لم نرى أي إصابات حتى ولو طفيفة أو بسيطة على الفور تدخلت قوات الشرطة وفصلت بين الجانبين وانصرف الجانبين دون حدوث أي إصابات طب بالنسبة للأعداد يا رمضان كان أنصار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يقدر بحوالي 200 إلى 300 شخص من المويدين وبالنسبة لأهالي الشهداء 25 يناير يقدروا بحوالي العشرات بل أقل بقليل وكانت قوات الشرطة تفصل بينهما بالمصدات الحديدية وتشكيلات الأمن المركزية بين الفريقين يتعون ولو التراشق بالهتفات صباح في الساعات الصباحة ساعات الأولى من الصباح كانت قوات الشرطة سيطر على الوضع ولكن فور النطق بمد القضية وتأجيلها تطور الهتفات إلى بعض الشتائم والسباب إلى أن جاء أحد من أهالي الشهداء وذهب إلى الجانب الآخر فأتوا أنصار الرئيس الأسبق واشتبك الوضع وتعقد الوضع إلى أن قامت قوات الشرطة كما قلت بالفصل بين الجانبين تمام أشكرك من أمام أكاديمية الشرطة مباشرة مراسل النيل لرمضان المطعم وللمزيد من المتابعة نفس الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور محمود كيبيش عامية كلية الحقوق بجامعة القهرة وأستاذ القانون الجنائي أهلا بك دكتور محمود أهلا بحضرتك بداية يعني كيف تابعت حيثيات الحكم بمد أجل الحكم في هذه القضية وما هي المرجعية القانونية لهذا الحكم القضائي بمد الأجل لشهرين تقريبا خاصة وأنه كان متوقعا هذا هو واضح سابعا المحكمة يمكن قدمت في هذا الأمر بالمجتمع التي خرجت فيها على العرض القضائي عادة لا تقتل المحكمة لفراراتها بمقدمات لكن أكثر محكمة هي أكثر من خلال الشديد للتفاقسية وهتواضح أنه كم الأوراق القضية خائل وما يظهر أن تقتل حيثيات الحكم أيضا هائلة وبالتالي فهي قدمت بالتأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت على الرغم أن المحكمة ليست قدم إطلاقا جاءً تبارد أجل معين للقضاء للتفاقسية هذا الأجل هذا قلقة مختفى للمحكمة يعني حيثيات الحكم اليوم بمد الأجل للتاسع والعشرين من نوفمبر المقبل لم تكن المحكمة ملزمة بها لا لا ليست ملزمة إطلاقا هو قرار الحقيقة ليست حكم هو قرار أخيراً ونظراً لسوء الصوت دكتور محمود عفواً هل هناك إجراءات قانونية أو قضائية مفترضة حتى جلست الحكم بعد حوالي الشهرين؟ لا إطلاقاً المحكمة أغلقت بالمرافعة نعم يعني معناها أنه لا حديثة في القضية إلى أن نفس الشخص ولا تدفل من أي شخص ولا من جباح والمحكمة هي صاحبة القرار في هذا الشهر نعم بشكرك شكراً جزيلاً أستاذ الدكتور محمود كيبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة وأستاذ القانون الجنائي شكراً جزيلاً لحضرتك أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قرران بعدم اختصاصها بنظر دعوة حل روابط الألترس وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري لجلسة الثامن عشر من أكتوبر كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أقام دعوة طالبة فيها بإدراج روابط الألترس الكروية لجماعات وكجماعات إرهابية وحلها وحضر أنشطاتها وذلك لتورط مجموعات الألترس على أعمال شغب منها حرق مقر اتحاد الكرة ومحاولة اغتيال وزير رياضة الأسبق العمري فاروق واقتحام نادي الزمالك وإصابة عدد من العاملين بالنادي وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من مجمع محاكم عبدين مراسلة أنيل ناشو صالح ناشو بداية أن كيف تابعت جلسة محاكمة الأمور المستعجلة وقرارها بعدم اختصاصها بنظر الدعوة وماذا عن الأجواء المصاحبة لديك انتهت منذ لحظات الجلسة الخاصة بإصدار الحكم في القضية الهامة وهي القضية التي رفعها المستشار مرتضى منصور بصفته رئيس لنادي الزمالك ضد روابط الألترس في مصر والطلب بوقفها وحضر أنشطتها وكذلك اعتبارها جماعة إرهابية صدر الحكم برئاسة المستشار التامر رياض رئيس محكمة القاهرة مستأنف للأمور المستعجلة بحي عبدين هذا الحكم هو عدم اقتصاص المحكمة لنظر هذه الدعوة وإحالتها إلى القضاء الإداري بجلسة الثامن عشر من أكتوبر القادم وبسؤال مصدر قضائي اختص قناة النيل الأخبار بتفنيد هذا الحكم صرح لنا بأن المستشار مرتضى منصور كان قد قدم عدة طلبات وعلى وجه الدقة والتحديد الطلب الخاص بضرورة إلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الحكم أي كان الحكم الذي ستصدره محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أكد لنا المصدر القضائي أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جهة قضائية الهدف الرئيس منها إصدار الأحكام ولكنها غير ملزمة لأي جهة بتنفيذ هذه الأحكام ومن ثم فكان عليه ضرورة إحالة هذه القضية إلى القضاء الإداري أما القضية الأخرى سحر التي نظرتها اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وكانت أيضا على درجة عالية من الأهمية وهي التحفز على أموال جماعة الإخوان المسلمين وعلى وجهها الدقة 17 مدرسة مملوكة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلسة سابقة قد أقرت ضرورة التحفز على أموال ومدارس جماعة الإخوان المسلمين ومن ثم أحد الأفراد رفع قضية في أقضاء الجداري وتم الحقن بإلغاء هذا الحكمة الخاصة الأمر اليوم غاية فيه الغرابة لم يتواجد أي من أفراد جماعة الألترس بالنسبة للقضية الخاصة بالألترس وحلها ولم يتواجد أي من المحامين الخاصين بهيئة الدفاع سواء عن المستشار مرتضى منصور أو الألترس وكذلك بالنسبة لقضية التحفز على الثوات عشر مدرسة الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين لم يتواجد أي من جهة الدفاع وذلك نظرا من خلال أن هذه القضيتين هم قضيتين منظورة للحكم فبالغالب الأعمال لم يحضر أي من هيئة الدفاع سواء للطرف المدعي أو المدعي عليه نشوك هل كان هناك حديث حول الإجراء القادم وخاصة بعد أن أصدرت المحكمة قرارا بعد اختصاصها بنظر دعوة حل روابط الألترس كما ذكرت لك سحر بسؤالنا لأحد الإجهات القضائية وعالية الشأن في محكمة العبدين للأمور المستعجلة اختص قناة النيل الأخبار بشرح هذا الحكم وهو أن المتشار مرتضى منصور قد طالب في الجلسة السابقة طلبا محددا وملزما وهو أي أن كان الحكم الذي ستصدره محكمة القاهرة للأمور المستعجلة سواء بحل جماعة الإخوان سواء بحل الألترس أو لا فإنها لابد أن يكون ملزم لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء محكمة القاهرة الأمور المستعجلة بناء على المصدر القضائي الذي اختصنا بهذا التصريح غير أن هي جهة قضائية من حقها إصدار الأحكام ولكنها ليس من حقها إلزام أي جهة بتنفيذ هذا الحكم ومن سمة فقد قام المستشار تام الرياض بحالة هذه القضية إلى القضايا الإداري بمجلس الدولة لنظر هذه الدعوة أشكرك ناشوة صالح من أمام مجمع محاكم عبدين شكرا جزيلا تقى رئيس الوزراء إبراهيم محلب مع أهالي مثلث مسبيرو بأرض وبور الثلج للوقوف على خطط تطوير المنطقة وقد حضر اللقاء الشعبي وزير تطوير الحضرية ليلى سكندر ومحافظ القاهرة جلال سعيد يتم تخطيط مثلث مسبيرو من خلال لجنة عليا برئاسة مجلس الوزراء لتتناسب مع العاصمة الحضرية وسط دعوات من جانب المستثمرين لترحي مناقصة عالمية لتطوير المنطقة تلتزم فيها الشركة الفائزة بالشروط والمصافات التي يتم الاتفاق عليها بين الحكومة والأهالي والمستثمرين وفي كلمته خلال المؤتمر أكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب على حرص رئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بتلقى المناطق لا سيما منطقة مسبيرو وأكد محلب أنه لن يكون هناك تهجير قصري لأبناء المنطقة لفتا إلى أن الحكومة ستتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويراعي أهالي منطقتين بولاق ومسبيرو النساء الرئيس مختبت بهذه المنطقة وإنه مهتم بالبلد كلها وبيدخل في تفاصيل التفاصيل تفاصيل التفاصيل إحنا علينا كمنفذين إن إحنا نجري ونحقق حلم رؤية القائد إحنا اللي على الأرض مع شعبنا لإن لينا إرادة وإنتم ليكم إرادة هنحققها طب ليه مسحيد أيضا بموضوع مسفيرو هين كذا كذا تسادة الحقيقة بنقول للمستثمر في العالم كله مصر ضيارة مصر بترحب بالمستثمر الشريف مصر بترحب بالمستثمر اللي هو جاي يستثمر في بلدنا ويتبسط ويكسب ولكن شعبنا ليه الحق ويشعبنا هيتعود عليه للإستثمر بالترمية وتشغيل أولاده وبرفع المستوى مفيش تناقط بين الترمية يعني إيه ترمية يعني حاجة وقفة طب أنا فكر النهاردة إزاي الحاجة اللي تساوي جنيه أخليها تساوي مليون جنيه بس مش هذا تفرق وديه كانت المشكلة أكد وزير الخارجية سامح شكري أن تنظيم استخدام حق الفيتو على قرارات مجلس الأمن الدولي يجب أن يأتي في إطار عملية إصلاح شاملة لأليات الأمم المتحدة تتوائم مع مثاق المنظمة والتناسب في الوقت نفسه مع التحديات الراهنة للسلم والأمن الدولي جاء ذلك خلال حضور شكري للاجتماع الوزاري المخصص لمناقشة مقترحات تنظيم استخدام حق الفيتو كما التقى شكري بأعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية حيث جدد التزام مصر بإنهاء المرحلة الثالثة من خريطة طريق وإجراء الانتخابات البرلمانية طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية داعيا إلى ضرورة وجود سقف زمني لأي مفاوضات مع إسرائيل من جانبها احتجت الولايات المتحدة على خطاب عباس واصفته بالمخيب للأمال الذي من شأنه أن يجهد الجهود الهدفة إلى إعادة بناء الثقة بين الأطراف هناك احتلال يجب أن ينتهي الآن وهناك شعب يجب أن يتحرر على الفور دقت ساعة استقلال دولة فلسطين وأعتقد أنكم تستمعون لدقاتها بين أمل ويأس في أن تتبدل سياسة الأمم المتحدة المتهاوية إزاء القضية الفلسطينية طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عباس طلب بوضع جدول زمني صارم لإنهاء الاحتلال ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وشدد على أن محدثات السلام مع إسرائيل لا قيمة لها ما لم يكن الهدف إنهاء الاحتلال المستمر منذ سبعة وأربعين عاما للأراضي الفلسطينية لا صدقية ولا جدوى لمفاوضات تفرض إسرائيل نتائجها المسبقة بالاستطان وببطش الاحتلال الولايات المتحدة الحليف الوثيق لإسرائيل احتجت على خطاب عباس ووصفته بغير البناء والذي من شأنه أن يجهد جهود إعادة بناء الثقة بين الأطراف كان في خطاب الرئيس عباس اليوم توصيفات مهينة هي في العمق مخيبة للآمان ونرفض الرئيس عباس ندد بالعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي خلف أكثر من ألف شهيد معظمهم من المدنيين واعتبره جرائم حرب مكتملة الأركان وأن فلسطين لن تسمح لمجرمي الحرب أن يفلتوا من العقاب وتزامنا مع خطاب الرئيس عباس تسعى حركتا فتح وحماس لتوحيد الصفوف وتشكيل حكومة وفاق وطني مع التأكيد على الثوابت والحقوق والمصالحة الفلسطينية وكذلك رفع الحصار وإعادة أعمار غزة أعتقد أن التفاهمات التي حصلت بين فتح وحماس أمس بالقاهرة تشكل مظلة وتشكل توافقا فلسطينيا على الثوابت وعلى الحقوق وعلى المصالحة وبرغم العجز الدولي في إنهاء مأساة شعب استمرت العقود لازال الفلسطينيون يعولون على أن تسفر اجتماعات الأمم المتحدة عن بيان من شأنه أن يدعم موقف فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي وذلك قبل استئناف المفوضات غير المباشرة لتثبيت التهدئة في قطاع غزة والمقرر عقدها في أكتوبر المقبل استهدف قصف نجوي لقوات التحالف الدولي مقاتل تنظيم داعش في بلدة كوباني الكردية في سوريا من جانبه دع الرئيس العراقي فؤاد معصوم المجتمع الدولي إلى تشكيل جبهة عالمية موحدة لمحاربة تنظيم داعش مطالبا بتكفيف منابعه المالية والتنظيمية والعسكرية تطورات متلاحقة وردود فعل متتالية بشأن الهجمات العسكرية التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة واشنطن على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا فبعد أن أوقف التنظيم استخراج النفط من ستة حقول بيترول شمال سوريا خوفا من غارات التحالف توسعت ضربات الجوية على منطقتين الرقة وحلب شمال سوريا وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حريقا ضخما نشبا في مواقع يتحصن بها مقاتل داعش بريف حلب كما سمع دوي انفجارات في مدينتي الرقة والطبقة ناجم عن قصف من طائرات حربية وقصف صاروخي نفذته قوات التحالف من جانبه قال رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارتين ديمبسي إن استعادة الأراضي التي احتلها مقاتل التنظيم شرق سوريا يتطلب من 12 ألفا إلى 15 ألفا من مقاتل المعارضة السورية أي ثلاثة أضعاف القوى التي تضربها الولايات المتحدة حاليا أما وزير الخارجية الأمريكي جون كيري فقد أكد أن الحرب التي تخوضها بلاده ضد التنظيم المتطرف لا تساهم في بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم مشيرا إلى أن الأسد فقد منذ وقت طويل كل شرعية للبقاء رئيسا لسوريا وعلى الرغم من موافقة روسيا على أهمية مواجهة التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق ومساندتها للمجتمع الدولي في هذا الصدد إلى أن موسكو جددت تأكيدها أن أي تدخل عسكري ضد داعش في سوريا يجب أن يتم بموافقة السلطات السورية وبالتوافق مع القانون الدولي الديمارك وبلجيكا وبريطانيا بدورهم أعلنوا الانضمام للضربات الجوية التي يشنها التحالف ضد داعش ولكن في العراق وليس في سوريا بعد أن وفق مجلس العموم البريطاني بأغلبية صاحقة على طلب الحكومة ومن المنتظر أن تبدأ الطائرات الحربية البريطانية شن غارتها خلال الساعات القليلة القادمة في ليبيا وقعت اشتباكات بين جماعة مسلحة وقوات من الجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي بينما حضرت رئاسة الأركان العام للجيش من اقتراب الصفن أو المراكب من الموانئ الليبية دون إذن مسبق منها دبلوماسيا تلقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينيو ليون ردودا إيجابية من جانب مجلس النواب ومن البرلمانيين المقاطعين لجلسات البرلمان على دعوته للمشاركة في حوار سياسي في التاسع والعشرين من الشعر الحالي حول سبل إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد بين ثرابلس وتبرق تنقسم ليبيا سياسيا وفي بنغازي تنقسم عسكريا في معارك مسلحة لم تحسن بعد حالة من الفوضى السياسية تسود ليبيا في وجود حكومتين وخلف كل منهما برلمان أحدهما في طرابلس والآخر في تبرق أما المعارك في بنغازي فتشهد تطورا جديدا بعد تهديدات من قوات رئاسة الأركال لقوات حفتر من اقتراب السفن أو المراكب من الموانئ الليبية من دون إذن مسبق منها كذلك طالبت فرنسا بإدراك تنظيم أنصار الشريع الليبي على لائحة مجلس الأمن الدولي لتنظيمات الإرهابية ووصف وزير خارجية الفرنسي نوران فابيوس ووصف ليبيا في هذا الشأن بأنها بؤرة للإرهاب في ليبيا نحن نواجه تحديين الأول إطلاق مصالحة وطنية بين مختلف الأطراف والثاني هو إيجاد السبل والوسائل لإنهاء ما أصبح بؤرة للإرهاب ورغم تظاهر السياسي والأمني يبدو أن الأطراف المتنازعة في المشهد الليبي لديها رغبة في إنهاء الأزمة حيث وفقت مؤخرا على دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بيرنردين اليون على عقد حوار وطني في التاسع والعشرين من الشهر الجاري التزام مجلس النواب والحكوم والهيئة التاسيسية بإرساء دولة عصرية تحترم فيها الحقوق والحريات دولة المؤسسات وحكم القانون آمينين أن تتم الموافقة على توسيع ولاية بحثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحيث تصبح بحثة الأمم المتحدة لاستقرار وبناء المؤسسات وكان الانقسام في ليبيا قد بدأ مع عقد مجلس النواب الليبي الجديد منذ الرابع من أغسطس الماضي جلساته في مدينة طبرق نظر للتظاهر الأمني الشديد في طرابلس وبني غازي لكن المؤتمر الوطني العام اعتبر ذلك خرقا للإعلان الدستوري المؤقت الذي يلزي المجلس النواب بتسلم السلطة في طرابلس وعقد جلساته في بني غازي مستمرون مع حضراتكم في هذه البانوراما وفيها بعد أنباء الاقتصاد اشتباكات في صنعاء والحوثيون يهجمون منزل رئيس جهاز الأمن القومي اشتركوا في القناة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 29-11-2014 مد أجل النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين لمبارك ونجليه وحسين سالم والعدي وستة من كبار مساعدي إلى جلسة 29 من نوفمبر المقبل عباس يتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة في غزة وواشنطن تعبر عن استياءها من الخطاب وتعتبره مهينا وغير بناء قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تجدد قصفها لمواقع تنظيم داعش في الرقاة وحلب شمال سوريا إذن وصلنا لأهم أنباء المال والأعمال في هذه البانورام تفاصيل الأخبار مع زميل أمير داود إليك شكرا لك يا سحر شكرا أيها أهلا بكم مشاهدين الكرام في وقفتنا الاقتصادية وأبرز ما فيها بعد الفاصل طوارئ في مدريات التموين استعدادا لعيد الأطحى وأحنفي يؤكد على توفر اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية أهلا بكم من جديد والبداية بالشأن المحلي حيث أعلنت مدريات التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة حالة الطوارئ القصوى بجميع أجهزتها وإداراتها الفرعية استعدادا لاستقبال عيد الأطحى المبارك ومن جانبه أكد وزير تموين الدكتور خالد حنفي أنه تم تزويد المجمعات الاستهلاكية باللحوم البقري والضاني مشيرا إلى أنه يجري حاليا دراسة إمكانية التعاون مع عدد من الشركات الكبرى للمساهمة في منظومة التموين أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور أن مستقبل صناعة السيارات في مصر واحدا ويقدم فرصا هائلا لمختلف مصنع السيارات على مستوى العالم وأشار عبد النور خلال لقائه مع كازوتاكا نامبو رئيس مجلس إدارة شركة نيسان العالمية لصناعة السيارات إلى استعداد الحكومة لتقديم كافة أشكال الدعم والحوافز اللازمة لشركات السيارات العالمية لبدء إقامة صناعة سيارات حقيقية في مصر تستفيد من السوق المحلي الكبير ومن أسواق الدول العربية ودول الكوميسة وأوضح عبد النور أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال من خلال وجود نحو 16 شركة لتجميع مركات سيارات عالمية أكد وزير الاستثمار أشرف سلمان عقب عوداته من الزيارة الرئاسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكد أن الزيارة كانت ناجحة وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من الشركات الراغبة في الاستثمار بمصر ومنها شركة عرضت توريد كاركات لمصر وأخرى للطاقة المتجددة تم الاتفاق معها على زيادة استثماراتها بمصر أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني محمد حامد أن المملكة ستشهد خلال عام 2017 تدفقا لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي مؤكدا في الوقت ذاته على أن خيار شراء الغاز من إسرائيل يأتي لعدم وجود خيارات أخرى وأقدر حامد كميات الغاز التي ستعمل شركات الكهرباء الوطنية الأردنية على استيرادها لتوليد طاقة الكهربائية من إسرائيل بما يتراوحه ما بين 250 إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا منوها بأن المفاوضات جارية للعمل على تحديد الأسعار توصلت موسكو وكييف إلى اتفاق على إجراءات لإعادة تدفق الغاز الروسي إلى أوكرانيا تشمل بالخصوص دفع سلطات أوكرانيا نحو 3.1 مليار دولار لشركات غاز بروم الروسية بحلول نهاية 2014 وبموضي بهذا الاتفاق الأولي الذي يحتاج لتصديق الحكومتين الروسية والأوكرانية فإن موسكو ستزود كييف بما لا يقل عن 5 مليارات متر مكعب من الغاز في الأشهر القادمة مقابل الدفع المسبق اتفاق مؤقت ودفع مسبق هذا هو الحل الذي توصلت إليه موسكو وكييف لإعادة تدفق الغاز الروسي إلى أوكرانيا بشرط دفع الأخير مبلغ 3.1 مليار دولار لشركة غاز بروم الروسية بحلول نهاية عام 2014 إننا مستعدون لعدم المطالبة على الفور بدفع هذه المستحقات ولكن على مجموعة نفت غاز الأوكرانية دفع مليار دولار الآن وسنتمكن بعد ذلك من أعادة جدولات بقية الديون الاتفاق تضمن جدولة الديون الأوكرانية بحيث تسدد على قصطين الأول بقيمة ملياري دولار نهاية أكتوبر والثاني بقيمة 1.1 مليار دولار بين بداية نوفمبر ونهاية ديسمبر المقبلين على أن تزود غاز بروم أوكرانيا بما لا يقل عن 5 مليارات متر مكعب من الغاز في الأشهر الستة القادمة مقابل دفع مسبق بسعر 385 دولار لكل ألف متر مكعب الجانب الروسي لم يكن سعيدا بالاقتراح الرامي إلى جدولة الديون لكنني أتوقع أن تحل هذه القضية نهائيا الثلاثاء المقبل فقد اتفقنا على ذلك الإعلان عن الاتفاق جاء بعد لقاء عقده المفاوض الأوروبي المنتهي ولايته جونجر أوتنجيرا مع وزير الطاقة الروسي أليكساندر نوفاكا ونظيره الأوكراني يوري برودانا في العاصمة الألمانية برلينا لبحث مخرج لأزمة الغاز التي أدت في منتصف يونيو إلى توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا بلد العبور الأساسي للغاز إلى أوروبا الوفود الحاضرة هنا تحتاج لأن تستشير حكوماتها لكني أعتقد أنه سيكون هناك حل واضح وملموس الحقيقة الآن هي أن المحادثات تجري على قدم وساق وهي تركز على أسعار التوريد وهو ما يؤسس لوجود حل يشار لأن اجتماع برلين عقد بهدف إيجاد حل للخلاف بين كييف وموسكو حول سعر الغاز وضمان الإمدادات للاتحاد الأوروبي في وقت تترسخ فيه الهدنة في المعارك على طول خط الجبهة في المنطقتين الانفصاليتين الناطقتين بالروسية دونتسيك ولوغانيسك في شرق أوكرانيا ختم وقفة الاقتصادية وعودة من جديد لزملاء أيمان السيد وصحر صبري واستكمال البانوراما شكرا جزيلا لك أمير هجم مسلحون حثيون منزل رئيس جهاز الأمن القومي اليمني علي الأحمدي عقب اشتباكات عنيفة دلعت بالقرب من العاصمة اليمنية صنع وذكرت مصادر أمنية أن الاشتباكات أصفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم جندي وإصابة خمسة عشر آخرين كما أغلاقت قوات الجيش والشرطة المنطقة في غضون ذلك سمع دوي انفجارات ناجمة عن إطلاق قذائف جنوب غرب مقر الرئاسة جاء هذا غداة دعوة الرئيس اليمني عدرب منصور هادي الحثيين إلى الانسحاب من صنعاء التي يسيطرون عليها منذ أسبوع متهما إياهم بعدم احترام اتفاق السلام وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مرسلنا في العاصمة اليمنية صنعاء جمال الأشوى الجمال تحياتي وما هي ملابسات هجوم الحثيين على منذ الرئيس جهاز الأمن القومي اليمني علي الأحمد نعم هذه هي المرة الثانية التي يهاجم فيها الحثيون أو يحاولون اقتحام منزل رئيس هذا الأمن القومي قبل يومين هاجموا المنزل وتمكنوا من اقتحامه وتفتيش ما بداخله والاستحواذ على بعض المستندات التي يقيلت أنها هامة اليوم كان هناك محاولة أخرى لكن تم الاشتباك مع حراسة رئيس الجهاد ثلاثة قتلة من الحوثيين وهناك حسن المصادر سبعة جرحة لكن قبل قليل الناطس من الحوثيين أكد أنهم وقعوا على الملحق الأمني لاتفاق السل والشراكة هل هذا يعد تناقدا جمال وخاصة أنه أيضا اليوم سمع دوي انفجارات بالقرب من مقر الرئاسة؟ نعم لكن الحوثيين كانوا يؤكدوا أنهم لم يوقعوا على الملحق الأمني ولهذا السبب لم ينسحبوا من العاصمة اليوم أصبحوا ملزمين بالانسحاب من العاصمة صنعاء وتسليم الأسلحة ورفع النقاط الأمنية لأنهم وافقوا على الملحق الأمني الذي يتضمن وقف إطلاق النار بكل والتوتر هل هذا ما يحدث بالفعل على الأرض جمالي؟ يعني هذا الهجوم على مقر رئيس جهاز الأمن القومي وسمع دوي انفجارات بالقرب من مقر الرئاسة يحدث مع انسحاب بالفعل من العاصمة؟ مع توقع الاتفاق؟ الانسحاب لم يتم حتى اللحظة لكن بما أن الحوثيين وقعوا على هذا الاتفاق فهم الآن ملزمون بالانسحاب من العاصمة في طرف كل أنواع التوتر وإلا فإن هذا سيؤد خارطا واضحا لاتفاق السلم والشراكة وكان البندوق الأمم جمال بن عمر يوم أمس كذا بأن ما تقوم به جماعة الحوثي هو خرق به هذه الاتفاقية لكن هم كانوا يتشتقون بأنهم لم يلقوا على ذو الحق الأمني لكن بعد هذا التوقيع أصبحوا ملزمين تماما بتنفيذ هذا الاتفاق وإلا فهم المعارضة الأول لمسار العملية السياسية في البلد وصلت الصورة وبشكرك شكر جزيل جمال الأشوال مرسلنا في العاصمة اليمنية صنع أعلن مسؤولنا بوزارة الخارجية الأمريكية أن مواقف القوى العظمى وإيران ما زالت متباعدة جدا للتوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني جاءت تصرحات المسؤول الأمريكي بعد ثمانية أيام من المحادثات المكثفة بين طهران ومجموعة خمسة زائد واحد التي جرت في نيويورك برعاية وزيرة الخارجية الأوروبية كاترين أشتون والتي انتهت دون التوصل لتفاهم بشأن كل القضايا الرئيسية من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن بلاده لا تزال تأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي خلال الأسبوع المقبلة قتل شخص وصيب ما لا يقل عن 14 خارين اليوم في انفجار وقع في أحد الأسواق بأقليم بلوشستان في باكستان هدى وذكرت مصادر شراطية أن المتفجرات تم تثبيتها داخل دراجة نارية كانت على مقربة من سوق للخضروات في مدينة سيبي وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لموقع الحادثة وتم نقل المصابين للمستشفياته بينما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول مكان الانفجار متواصلون مع حضراتكم في هذه البانوراما بعد أنباء الرياضة اكتمال وصول جميع حجاج القرعة للأراضي المقدسة وتوارئ بلجان وزارة السياحة مع استمرار نقل حجاج الشركات